طب إحنا دلوقتي في الطبيعي لما حد بيجي لنا البيت بنضيفه نشربه حاجة نجيب له حلويات نجيب له تشوكليتز في الأول جالنا حد في رمضان لسه الأدام ما تدنش هنضيفه بقى إزاي ما قبلها بخمس دقيقة وعشر دقيقة إحنا ليه جي لنا بدري طبعا مش هنضيفه طبعا إحنا اعتبرنا أنه هو جالنا بدري وقتصر القواعد فنحط له إيه لا اتفدر في السلون مفيش إحنا سايمين خلاص نقط بقى كده ما نبتديش مثلا نطلع الحاجات قدامه لحد ما قداني يقرب أنا كست بيت أنا علي دور لو أنا اللي عزمة إن أنا أجهز البيت مفتوح متهوي نضيف دنيا ريئة الحمام بتاعي مزبوط لأن كل الضيوف هيدخلوا الحمام طبعا في فوط نضيفة في مناديل كويسة ناشف متزبط كله تمام الإضاءة كويسة نفس الحكاية على ترابيزة السفرة مفرش يكون مناسب للمناسبة نازل بس 30 سنطي عشان ما يعقش الحركة بتاعت القاعدين لو فيه ولاد في العزومة بعمل لهم ترابيزة منفاصلة بمفرش بلاستيك لطيف عليها يبتدي أحط القواعد بتاعة الأكل السخت أجهز أطبائي كلها والأدوات كلها أجهز العصاير وكون المفروض مجهزها من قبلها بيوم ودايقاها عشان ما يحصلش إن الناس لا ده مش حالو ده المفاجآت اللي بتحصل دي أبقى مجهزة معي سقعة عشان الجو مجهزة فاكها كل ما أقدر إن أنا أجهزه أجهزه بحيث إن أنا ما نشغلش عن ضيوفي وافضل أستهلك الوقت في المطبخ أو في التجهيز يعني مش معقول يبقوا الضيوف موجودين وأنا رايح أعمل عصير وأشغل بقى الخلاط وانتي فاهمة وأطلع لا مايصح فأنا بجهز مثلا لو فيه بوفي أو فيه ترابيزة بحط صنية عليها كل كبيت دي بتاعة المشروبات الرمضانية ممكن أحط معاها تلج لو حد عايز تبقى أسقعة شوية طبق فيه طمر طبق وهكذا شوك معلق سكاكين الأطقم اللي هقدم فيها الأكل الرئيسي وكل حاجة فيها الأداة بتاعتها حط كوباية ماء وكوباية عصير لكل فرد مع الطبق بتاعه أعرف عدد العزومة عشان ما تتحولش تبقى ورطة كبيرة مش عزومة كبيرة لأن إحنا في رمضان كلنا بنعد نفتر بيكون فيه شربة الناس بتحب تشربها هنعمل ده فين غير لما يكون كل واحد قاعد على ترابيزة وكرسي يبقى كده كده أنا ببقى أعمل لستة جوف بذب زي لستة الأكل زي المينيو بتاع الأكل فأنا ببقى مجهزة كل ده وأدخل كمان أستعد وقلبس كويس عشان أنا أستقبلك بنفسي لأن أنا صاحبة العزومة